الرياض والهلال عندنا الحكم تماس بونجار نتابع معنا في هذه المباراة الحالة الأولى في الدقيقة 67 طبعا هي حالة إلغاء هدف لفريق الهلال حالة كانت صعبة جدا في البداية تم احتسابها من المساعد الأول وبعد كده تم إلغاء هذا الهدف بالتقنية بنشوف الإعادة مباشرة حالة طبعا هي سهلة في التقنية ولكن صعبة في الملعب على أتبار التقدم هذا يعتبر هو تقدم بسيط داخل الملعب ولكن في التقنية سهلة وتم إلغاء هذا الهدف بطريقة صحيحة تقنية الفيديو نشوف الحالة الثانية كانت في الدقيقة 87 داخل منطقة جزاء فريق الرياض وطبعا هنا مطالبة فريق الهلال بوجود ركلة جزاء صحيح هنا الكرة جاءت في يد لاعب فريق الرياض ولكن هذه اليد كانت ملاصقة للجسم لاعب الرياض لم يكبر الجسم ولم تبحث هنا اليد عن الكرة بل العكس الكرة هي من ذهبت لليد إذن هنا قرار الحكم سليم بعدم موجود ركلة جزاء ونشوفها هنا اليد كانت ملاصقة بالجسم الحالة الثانية تقريبا حالة مشابهة لهذه الحالة وأيضا داخل منطقة جزاء فريق الرياض نشوف هنا تسديدة من لاعب فريق الهلال على لاعب الرياض طبعا هو رفع اليد صحيح والحالة توهم المتابع أنه هناك لمست يد ولكن هي الكرة جاءت في جسم اللاعب نشوف فيه الإعادة المواجهة لللاعب مش هذه فيه الإعادة الأخرى كانت أوضح طبعا هذه الإعادة التسلل هل هناك اللي هو ركلة جزاء ولا نشوف هنا نكملها ونشوف طبعا تسديدة من لاعب الهلال اصطدمت الكرة في جسم لاعب فريق الرياض هنا طبعا لا يوجد ركلة جزاء وهذا طبعا كل ما لدينا في مباراة الهلال والرياض المباراة الأخرى طبعا كانت مباراة الفتح والاتفاق أيضا ديربي آخر في الشرقية كان معنا الحكم عبدالصمد بكري حالة وحيدة في هذا المباراة في الدقيقة 48 نتابع هنا حالة طبعا تقدرها الحكم تقدير صحيح على اعتبار أنها حالة صعبة هل هناك ركلة جزاء ولا الحكم عبدالصمد بكري أمر باستمرار اللعب لا يوجد ركلة جزاء ولا يوجد أيضا نشوف هنا تحرك الكرة شيء بسيط من الحارس نحن نبغى الإعادة فقط هي اللي تؤكد لنا أن الحارس نجح بلعب الكرة وتغير اتجاهها في الإعادة هذه طبعا لا يوجد ركلة جزاء وفي نفس المباراة أيضا نشوف هنا تغير اتجاه الكرة إذن هنا لا يوجد ركلة جزاء لفريق الفتح وفي نفس المباراة طبعا الاتفاق سجل الهدف الثاني كان هدف صحيح ولكن هذا فقط ذكرناه للتنويه أنه هدف الاتفاق الثاني كان هدف صحيح وهذا كل ما لدينا في مباراة الفتح والاتفاق آخر مباراة معنا اليوم مباراة الفيحة والرائد قادها سلطان الكيري عندنا حالة وحيدة اللي هي البطاقة الحمراء للاعب فريق الفيحة طبعا هي نتيجة المباراة خمسة ولكن هو هذا الطرد يعتبر قرار مؤثر في نتيجة المباراة هو قرار صحيح في البداية طبعا كان هناك سحب من لاعب أو مسكل الفنيلة من لاعب فريق الفيحة المعايير كلها موجودة في هذه اللعبة اللي هي المواجهة للمرمى السيطرة على الكرة وموقع المخالفة قريب من المرمى وعدد المدافعين كانوا خلف إذن هنا قرار صحيح من سلطان الكيري بعد الرجوع لتقنية الفيديو وهذا كل ما لدينا أخي صالح في مباراة الفيحة